مرحبا بكم من جديد في آخر درس من الوحدة الرابعة سوف نتحدث عن مفهوم الحكومة الإلكترونية بعد الحديث عن مفهوم التجارة الإلكترونية السابق سوف نتحدث عن أهميتها، أهدافها وكذلك متطلبات إنشائها يعتمد مفهوم الحكومة الإلكترونية على فكرة وضع وتجميع كل الخدمات الإلكترونية في موقع واحد بهدف تقديم هذه الخدمات للجمهور من المواطنين وغيرهم بهدف تقليل تكلفة ورفع مستوى الأداء هناك أهداف عامة للتعلم، الأهداف عامة للحكومة الإلكترونية وهذه الأهداف العامة للحكومة الإلكترونية تشمل ما يلي واحد تقديم الخدمات للمتعاملين في مكان وجودهم بالشكل المناسب وبالسرعة والكفاءة العالية توفير مناخ مشجع للمستثمرين وتذليل العقبات التي يواجهونها والتي تتمثل في بطء الإجراءات وتعقيدها مما سينعكس بشكل إيجابي على تشجيع الاستثمار وتذليل الإجراءات وتسهيلها للاستثمارات الأجنبية من الأهداف كذلك توفير معلومات دقيقة وهذه المعلومات تكون محدثة بشكل جيد مما يسهم في تحديث هذه المعلومات واتخاذ القرار المناسب ودعم خطط التنمية والمشروعات التنموية بشكل جيد ومن الهداف كذلك رفع كفاءة الجهاز الحكومي وكذلك أسلوب الشهوفية والمراقبة والمتابعة كذلك يسهم أو تسهم الحكومة الإلكترونية في تقنين الإنفاق الحكومي وذلك من خلال استثمار الموارد بالشكل المناسب وتقليل الإنفاق في هذا المجال مما يسهم في توفير مبالغ قد تسهم في إنشاء مشاريع استثمارية جديدة كذلك يهيئ الجهاز الحكومي بشكل عام للاندماج في النظام العالمي أو ما يسمى في المستقبل بالحكومة الإلكترونية العالمية بحيث أن هناك متطلبات دولية لا بد لكل دولة أن تدخل فيها بهدف رفع أداءها وكذلك دعم مستوى التنافسية بشكل عالي هنا نتحدث عن متطلبات الحكومة الإلكترونية هناك متطلبات عديدة وهذه متطلبات مشتركة في إنجاح مفهوم الحكومة الإلكترونية ومن ضمن هذه المتطلبات متطلبات اقتصادية متطلبات سياسية متطلبات تقنية وكذلك متطلبات بشرية وتشريعية وهذه الصورة توضح البنية التحتية ومتطلبات تنفيذ الحكومة الإلكترونية والعلاقة فيما بينهما هنا نلخص ما تعلمنا في هذا الفصل تحدثنا في البداية عن الشبكات وأنواعها ثم تحدثنا عن شبكة الإنترنت وخدماتها تحدثنا عن مفهوم التجارة الإلكترونية ومفهوم الحكومة الإلكترونية كأمثلة من أمثلة المجتمع الإلكتروني تحدثنا عن شبكات الإلكترونية